شهد قصر ثقافة تارود الفرج انتلاق أولى فعاليات الأسبوع الثقافي الثامن والعشرين لأطفال المحافظات الحدودية ضمن مشروع أهل مصر يقام الأسبوع الثقافي الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة تحت شعار يهمون الإنسان وتستمر فعالياته حتى الثاني والعشرين من الشهر الجاري عادة بيبع عندنا برنامج للزيارات الخارجية وميدانية بيكون زيارات كلها ما بين ثقافية وما بين زيارات ترفيهية للأطفال وما بين زيارات علمية ما بنشوف فيها المتاحف بنشوف فيها أسرنا وتاريخنا في ترفيه للأطفال فكرة الرئيسية للورشة هي فكرة الانتماء فاخترت الأغاني المناسبة للوطن وللأرض فكان أول حاجة النهاردة وهو اختبار وفي نفس الوقت بنصف فيه فكرة الأصوات عشان ما يبقاش فيه نشاز طبعا فكنا يا أغلق اسم في الوجود يا مصر بكبلهاتها المختلفة كلك شهامة وكرامة يا راية فوق كل راية فأعتقد أن الكلام ده هيبقى عندنا فيه مفاهيم بالنسبة للأطفال اللي جاي من حلاب وشلاتين وبراماد هيبقى عندنا أطفال من مطروح من سينة ده الشكل المبدئي للورشة من خلال الورشة ديت هنبنتكلم معهم عن السينما وزي السينما دي اتعملت وعن الأفلام والفيلم نفسه ويتفرجوا على الأفلام وفي نفس الوقت بنبتدي نشتغل معهم في الورشة نعمل نوع من أنواع العصف الزهني ممكن يبتدوا يفكروا إزاي يفكروا إزاي يفكروا يعمل فيلم حتى لو فيلم صغير جدا وإزاي كمان ممكن يعمل حاجات دي في البيئة بتاعته ويصور في البيئة بتاعته يبتدي يشتغل على الأفكار ديت ممكن يعمل فيلم تسجيل صغير ممكن يعمل فيلم رواق صغير إزاي الحدوتة إزاي تطوير الأفكار بنشتغل معهم على هذا الكلام